أكد رئيس تحالف كحولفان بني جانس على أنه سيقوم بتشكيل حكومة متعاهدا بأن لا تكون هناك انتخابات أخرى وأشار إلى أنه اتخذ قرارا بتشكيل حكومة قوية ومستقرة من شأنها معالجة إسرائيل ملكراهية والانشقاق على حد تعبيره وحذر جانس نيتنياهو قائلا إن دولة إسرائيل قائمة قبله وستستمر بعده وأنه لن يسمح له بدفع إسرائيل للحرب الأهلية الأولى في تاريخها الحديث للحصول على تذكرة الخروج من محاكمته بملفات فساد وقال جانس أن الأزمة السياسية تحتم اتخاذ قرارات سريعة كما أن انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية تتطلب التحلي بالمسؤولية الوطنية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن